موسيقى ريب بونجور لكل المشاهدين وينما كنتوا عم تحضرونا بكل أنحاء العالم أكيدة بلبنان كمان اليوم فقرات والدا عديدة رح نبديها مع راندا فهد وليوم موضوعنا عن السيام والسيام مبارك للجميع كمانا مع مارك بيلوتي بنا نحكي عن كمانا مع مارك بيلوتي بأيكو وكامانا مع مارك بيلوتي بأيكو وكامانا 11 بيكون معي اليوم الشيف شارل جاد سيموني ديس واليوم بنا نحضر سواء سوشي كيك كل التحضير سوشي كيك رزل سوشي ماء خلي الرز سكر وملح وكامانا ريديس سموكت سالمن أفوكادو سمسم مشوي وراء السوشي أو النوري واسابي سوي سوس زنجبيل مخلال تيكوب جينجر وكزبرة هاو هني ما أدير اليوم وأكيد بنختب من فقراتنا بتاستينغ هلا رح ناخد سوي وقفي ونرجع وننتقل لعند رندا فاهد بي بارنس نرجع لكم مشاهدينا صار معي شيف جاد صباح الخير كيفك اليوم؟ نحن نحضر أساس للفالنتين للخميس مزبوط وفلوردوليس عملين كتالوج كمان لفالنتين للمشاهدين اللي حبين يقضوا فالنتين بالبيت بيطلبوا من هيدا الكتالوج ويعني كل الاشياء اللي بقلبوا عاملينا لشخصين نحنا وحتى جوة فيه أه 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 نحن اخدين جماعتنا رح نحضر من الكتالوج أه الأشياء الجديدة عمينا بالكتالوج نحن نطبخ على الهواء ويلي حابب يطلب منه نهار الخميس كمان يعني كله بيكون لشخصين وفيهم يتصلوا قبل ويطلبوا يتصلوا أطلبوا بيستفسروا أكتر وبيشوفوا كيف والأسعار كتير حلوين بقى مزبوط كمان مرحق لكم قدي بس أنه أوك هولي فيهم يفوتوا على كمان على الويب سايد بيشوفوا الكتالوج بيشوفوا الكتالوج كمان يوم احنا اخدين من الكتالوج رح نعمل سوشي كيك تعرفي استيفاني هنالك كل الناس بحب السوشي والتراند أنه صح كل الناس بحبوه وأكتر شي أكتر شي أكتر شي بيكلوه عا سومو مزبوط مهيك؟ إذا عم تعمل ستاتيستيك هي فيه أكتر شي صح معوضين لأنها عا سومو بقى منيكل صح الآن احنا اليوم اخدين السوشي رح نعلم المشاهدين كيف بيطبخوا الرز أنا كتير مبسوطة رح اتعلم كيف بيطبخوا الرز تبع السوشي هو كتير أساسي بالسوشي الرز صح لأنه اذا كتير اذا شوية مش قلدنتي ما بحبهم يعني انا عم بيكلوا السوشي اذا كتير مسلوقين هو ما بده يكون كتير عجينة يعني يطلع اخر شي معجن وبنا بده يطلع كمان كتير عم بيطلع يطلع لقيت بعض وهلأ منشوفوا كيف رح يطلع سوكي الفو نحنا اخدين السوشي رح نعملها كيك كمان اليوم ما رح نلفها ما رح نعملها بالشكل الناس بيعرفوا اخدين البرودوية كله طبع السوشي بعملهم بقلب مثل كيك حلو ويلي بده يتعلم كيف يعمل الكيك لعالفالنتاين بيحضرنا هاليومين احنا اول شي رح نبليش حطين ماء على النار هي الرسات تبع الرز هو رز السوشي خصوصي له رز سوشي رايس بيشتروه من هم السوبر ماركت هو كبات الرز بده تلك كبات ماء عكس العادة عكس العادة بدنون كباتين مازبوط نحنا هون حطين الكباتين رز وحطين له القاتل كبات ماء راح نحطه ديراكت بالماء مامن vem ما من غسله ابدا ابدا ما من غسله ما مخلي الماء تغلي نحط الى ديراكت بالماء المساقع او منوالله اساسي انه ما نغسله لان احنا بدنا نشر بقلبه لان بس انك نغسله بروح الناشا نحنا بهمنا نشرろ الماء وAddى ما درعل الماءali لا لا ما ضروري هلأ هو الأساسي بطبخه نحن عم نعلم المشاهدين طريقة يقدروا يطبخوها ببيتهم هو إله مكانة خصوصة ستيمر تعطي بخار بنحط بالصينية مصفية وبيفوت على البخار بس نحن أكيد بالمشاهدين ببيوتهم ماش الكلة عندهم نفكر مالهيك عم نطبخو بالطنجرة بس المطاعم عندهم مزور فنحن هون حطينا شو بتحط بالماء ماشي ماء ورز هلأ آخر شي في خل الرز خلي الرز كمان نشتريه من السوبر ماركت والسكر في سكر يضع له سكر وملح بس هوله ما راح نحطهن هلأ آخر شي قبل 3-4 دقائق ما يخلص الرز منحطهن نخلطهن معه ومنشيرهن عساسي ينشيل ويتسقع بس بده ينشغل فيه يكون مسقع لأنه إذا سخن أكيد بينزعت سيفود وما بعد ينلاف معنا وما بعد يتقطع صح وما بعد يتاكل سخن إيه أكيد هلأ نحنا هوني بس بلش تغلي مصبوط الرز راح نخفف النار عليه تاستوي على مهلو بهالوقت نحنا بنكون عم نحضر الميزان بلاس تابع الكيك تحت بس يخلص الرز أنا جايب معي الرز خالص مطبوخ أوكي أكيد لأنه ما منلح ساقع منخلص الميزان بلاس تابع الكيك ونعملو نحنا والمشاهدين سوا أول شي بس بدي أقول لهم للمشاهدين عم نشوف الفيسبوك بيج للمتفي العاية فيكن تفوتوا تعملونا لايك وإذا في فقرات ما قدرتوا تحضرون أكيد كلهم يرجعوا فيكن تشوفوهم على الفيسبوك بيج للمتفي العاية وكمينا بعد شربنا نشوف الفيسبوك بيج لالفردريس فيكن كمينا تشوفو كل الفقرات وهاي دي الفالنتاين كارد وكمينا عالفيسبوك بيج فيكن تعملو فيون يشوفوا الكتالوج وإيه أكيد وفيون يتصلوا بالعرقام اللي عبي شوفوها إذا بدون يستغفروا أكتر عن الكتالوج وشوفيه أشياء بقلبه بري جود هلأ هون إحنا إذا بتحصي من دلل نحرقهم نجاعد بس من نحرقهم أول شي بس لعن بيكون رز معلق بالقعد بس يبلل شي غلي خلاص هلأ إحنا نطرينا إلا يغلي مظبوط نخففو نتركو يستبعي على روض لكن ترجع عيد للمشاهدين اللي هلأ نضموا لنا أول شي الماء مسقعة كانت لكل كبية رز سوشي بدنا ثلاث كبية ماء منحطن بالماء ما منغسلن قبل لأنه منعوز النشا النشا بنرجع منحطن أول شي ما منحط ولا خل ولا سكر ولا ملح بالآخر بدنا نزيدهم ماء ورز بس وبدأ يغلو ما منغطي عليهم لا لا مضروري أبدا وما منخففهم بدنا نخففهم لا يظل يغلي بس على رواض على رواض بسرعة بيأخذوا كثير وقت أو منتخذ الرز العادي من 10 إلى 13 ديئة وكل الرز بتشرب الماء أو بعدها منصفي لا لا بيأخذ رساد كل ونحن نخفف غريب لأنه ثلاث كبية ماء وليزم يطلع ستيكي آخر رز على بعضه ومش مثل ما بقوله عم يدري دارئ أو كل حبة حالة حلوة منك عم يدري دارئ هون نحن جبنا سمسم عم نحمس السمسم منحط السمسم بمقلية التفال بلا زيت بلا شي لأنه في زيت بلا زيت هون رح نبدأ نحرك بهالوقت أنا رح أخذ الأفوكا أبدأ أشره ولا أقول لك رح أبدأ بالرادئس الأفوكا كيف يكون كثير مستوي؟ لا 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 بدي يكون مستوي لدرجة أنه مش كثير يفرط لنبدأ نقطع ما بدنا نمعصر مثل ما عادة ما نعملو هون نحن سلقين سلق عادي رح ناخده نقطع بالنص رح نقطع كله هيك رح نقطع كله هيك يكون جاهزين كل الغراضنا ها ها سلاطة منحطهم درجة يعني ما بناخد وقت كثير فيه هون السمسم كمان كمان ستيفاني في مازال بلد حركي هون لقرايدس كمان لا يجب كثير نحرق السمسم لأنه سيطلع أشقر ليس أكثر من أشقر بالنسبة للمشاهدين المشاهدين للسوشي هم ينقل بالدنيا إذا لم يحبوا سموم لا يضعوا إذا لم يحبوا تونة بحطوا تونة بشيروا السموم بحطوا تونة بحطوا كراب بس إذا عم قول تونة ليس تونة العلب ايه أكيد تونة فري حتى كراب كمان يشيروا الإرادس يضعوا كراب هاي الشغلة بترجع لكل شخص حسب شب أحد هوني أنا الإرادس عبقطوا بالنص ما بدي أقطوا كوبات طي يطلع طي يطلع هيكي ما يطلع هلأ هاي الطريقة هني عم نستعملها للكيك يعني بكرة بحلقة ليحقة رح نعمل سوشي بس رح نعلم كيف يلفوا السوشي بيتقطع كل الإنجريدينس بغير طريقة عم نقطعها هلأ هوليش قروا شوية صغيرة بعد بضلي حركيون هوني عم نقطع الإرادس هلأ منخلص الإرادس رح نبلش نعمل السومو ورد بشكل ورد لحنحطه نعوجه حسنا نرجع رح نقطع الأفوكا تشيفتها هيني أنا هن الناس بيفتكروا أنه السوشي كتير صعب السوشي هيني بس الأساسي تب خرز من هونيك ورايح بتصير هن المشاهدين يتفننوا فيها ببيوتهم يعني شو عبرهم هوني خلصوا هوني خلصوا إذا بتطفي على الصح بتحطيهم بالصح إذا بضلوا بالمقلية بيكفوا لأنه المقلية صخنية هوني أرايديس أرايك هوني أرايديس تخلصوا نبدأ بشكل كما أنت فلسطين لأنه يبردوا بسرعة وقت اللي بدنا نستعملون يكونوا بردين أرايديس هوني أرايديس أرايديس تقريباً كيف يبدأ أرايديس تقريباً؟ كيف أحبه؟ حسب الكيك إذا تلاحظي انا جايب هيدا الكادر معي اوكي تقريباً يعني نحن شخصين أو ثلاثة هذا بالطعم هو ما رح يكون كله رز يعني هلأ ما نشوفه آخر شي كيف رح يطلع هون رح ننضيف محلنا شوي كنبلش بالسمو اوكي رايديس خلصنا الرز هون عبيس طوي شوي شوي والسمسم خلص هلأ هون رح نبلش نلف لي في السمو نلف السمو رح نجهز كل شي تحتها بس بدنا نعمل الكيك بشكل وردي بدك نعملون هلأ رح نحشي قلبه نحنا وعلى وجه رح يكون فيه ديكور مثل ورد سمو ما نخليهم بالوراق لأنه بيلزقوا عبعد مزبوط إحنا هون بس نشتريهم بيكونوا هيك صح كونوا بوراقهم رح نقطع نحنا السمو هيك أوكي رح نلفن هيك نرجع نعملها هيك نفتحها هيك نفتحها أوكي هم ها أول واحدة هوني كمان ما ضروري تطلعوا الوردات كتير بيشبهوا بعضهم بيطلعوا هيك شوي مهضومين يعني أصلا كل وردة ما بتشبه التانية بالطبيعة هوني كمان فينا نعمل شغلة ليش أنا بلشت بالورد لأن هلأ رح يطلع معنا شقف ما بين لفه هلأ بدك تحطهم بالباكي أحسن ما نحط الشقة في فينا نعمل فيهم ورد هلأ شو بيطلع معنا فرط ما نحطهم بقلب رح نكتر ورد رح تنعبيله وجه للكيك بالنتاينة طبيعي واحد أحسن يكل ورد مما يشم الورد يدوق الورد ها رح تطلع وردي صغيرة نشدها هيك بس نعلقها عليها هيك أنا ما رح تبين هي تبين تتريش صح كمان نرجع نفتحها هيك تبين بشكل وردي أكتر ما بيانت ايه؟ ما بيانت هلأ بدل آخر شي بتبين لا ما بيانت تنعدم أوكي جيز جو هذكا هذكا ايه شوية صغيرة شفتي الرزكيف صار يبين فوق لأنه بدلش يشرب من الماء من الماء هلأ أنا بس خلي سهول رح أشر الأفوكا وقطعه نكون خلصنا كل شي رح نعوزه بالكيك ومنبلش نعمل الكيك سوا أوكي هذي كمان نعملها هيك نمزقها هيك نحنا رح نكفي الورود بس رح ناخد سوا بريك ونرجع لكم منكمل كوكينج في زها هاهههههه مضحكر أنا مهضومة هوني بعدنا عم نلف هاههههه بعدك عم تعمل الورود ورود وقفنا نحنا على الريك لأن نحنا كمانياز نخد بريك نتعب هавно هون الريز بلشت ناشف. ضروري بس بنا نشتغل بسومو خاصة المدخن الفيمي لازم نحط كفوف لانه الزيت والريحة بتضل على الايدان على مدرق الدي. يعني اذا الواحد دقر السومو ريحة كتير قوية بتضل. معك حقلك كيف شربت كل الماء. احنا لان كمان ما بيكون منقوع رز السوشي بيشرب اسرع. ما بيكون بالنقع دائما الرز بس ينقع بياخد ما يمنقع. احنا مثلا الرز الامريكاني او المصري. مننقعوا. فيهم ما بينقعوا بس كمان اذا ما نقعنا بياخدوا كبيتين بس. مظبوطة وبينقع الامريكاني التماعي يلزق ببعض ومنشيل شوية. اصلا امريكاني منشيل شوية. منشيل منه شوية ناشا. بس الامريكاني اصلا بيستعامله لم يتجرس لانه الرز الوحيد يلي ما بيلزق. اوكي. هون خلصنا السومو. هلأ رح نشير الخشبي والسكين. هنعمل افوكا ونبلش بالكيك. اوكي. هون بعض عنا بس الافوكا ستيفانين. نشيل الافوكا رح نقطعها منقشرها نقطعها. سلايسات. ومنخليها لوقت ما بدنا هيدا. نعمل مونتاج الكيك. هيدا سائلة. ما في مشكلة. لأ منشيلها دي راك بالأس. بالملأة اهيالا. هكي. قلتك ليك تلعهيك الاشرين. بتكون حسب نوعيتها لالافوكا وقدش مستوية. في منا بتعلق ديراكت على ايه ها شلني ها دي غري ايه معلش أبوكا ما بدنا كتير الأبوكا كتير بيلبق مع الكراب مضبوط لأنه فيها يعني الكراب اذا بتلاحظي طعمته شوي شوي فاد بدى شي ليعلينا الطعمة صح والأبوكا طعمته سبيسيال يعني ما في شي ما بتلاقف واكب طعمته للأبوكا هيا خلصيت ليكوا الرزاج ليش عمليك فلفل هون كمان شلنا القشرة راح نقشرها حبة واحدة بزيادة بتكفينا حسنا 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 بدي عزبيك سيفاني بس بشي صحن صغير يأ ماني معروف تحت نحط شي شو بتلك صحن كبير مهم صحن أنا كريمة وانت بتستاهل فلا حسنا هفوكا راح نقطه هيك أنا ليست كتير، رفيع هنحطه هيك وراح نبدلشش ديركت بالكاك بزحيت هون تقريبا نحن خلص. راح نشيلها لنبلش بالكيك كيف راح نعمله. هولي انتبخه. قلينا نخفش بعد شوي. اوكي. تهيك شوي الميت مضبوط. هون بها الوقت نحن راح نحط الصحم. أساسي بالسوشي كاكن عمل على الصحم اللي بدنا نقدمه فيه. لأنه بصيري على الزبنة بس إذا عملنا على شيء تاني وبدنا نشيره بيفرط معنا. فهوني جايب معي أنا النوري بايبر اللي هو السوشي بايبر كمان. أنا مقطعه مضبوط. إذا بتلاحظ كيف مقطعه بشكل مقطعه على هذا يعني حاطة الرنج ومقطعه. راح نحط هيدا الرز سوشي مطبوط خالص. راح اخد الرز هيك. أساسي نعمل بالإيد السوشي. مش بملقة أو شيء. تنقدر تنقدر نتحكم فيه بسماكة اللي عم نحطهم. هيدا بدوقة تشوف إذا قلنتي ولا؟ ما زبوط. أنا هوني هلأ ديئة راح اطلها غراضة. راح واقف شوية من هيدا لنخلص الرز أنا وياكي. نرجع نكفل كاكس. هوني هنحط الخل. هيدا الخل نحنا. خل الرز. مضبوط. منقوي شوية صغيرة. تيشرب الرز. تيشرب الخل. هون إذا بتلاحظي. رجعنا زدنا لكيدا لي. بدنا نعطيه شوية وقت لا يجرع يشربون. اه اوكي. ما بنطفة تحته. لا لا. هون بدنا نضل بهالمرحلة أساسي نحرك لأنها بسرية لأزيق. لان ضهر. ضهر النشاة. موجود جو. هيدا السكر. ملح. شوية صغيرة. أساسي كمان هلأ بس يخلص. دي غري ينفلش. ما ينحط بصينية فوق بعضه. صينية أكبر من هيدا. نفل شو مثل ما عملنا بالصمصم. هلأ هون أنا. رح اترك لك الرز لقليك. تكفي تحريك لأنا. بلش بالكيك. هون ما بقبضنا غير ديقتان. طي ينشف شوية اللي كيدلي بقلبه. وبنفلش. بكون صار. بكون الرز جاهز. أكيد المشاهدين بدون يسققوا. مينموم ساعتين. أو ثلاثة. قبل ما يستعملوا. قبل ما يستعملوا. لحست أنه ما حتيت زيت. لا لا. ما منعوز. لا لا هو ضغري هلأ بس ما الرز شوية يعني شوية بزحة. بزحة. هلأ بس نشيل الرنج بيضحط منه. هون رح ناخد. مش ضروري ندك انت سؤالي بس على لفاسي للمشاهدين. ما حتينا زيت على الرنج. صح. هون رح اخد الاراديس. حط الاراديس بها الشكل. انا هدا في كمان هون يبين الاراديس من ميلة برا. كرميل هيك. يعني انت بس نشيل الرنج. يبين فيه ألوان مش بس كله رز القالب. اذا تلاحظي عب حطهم هيك انا. طريقة انه يكونوا ظاهرين لبرا. هيدا الاراديس. نحن شلنا السمو. رح نرجع نجيب السمو. هنحط لير سمو. رح نعمل بس اتنين لير. و رح نزيين الوجج كمان بالسمو. هون حطينا سمو كمان على الحرف. زروا تلاحظي انا عب سميك السمو على الحرف. تا يبين بس نشيله يبين فيه سمو. هيدا شو بعد بده شوي. هيدا بده يمكن شدية. شدية. هيدا بده يبين تحركي. هيدا صف خلصني. هيدا صف خلصني. ناخد الورقة. قبل الورقة. ناخد أبوكا. كمان نحط على الداير. مطرح ما رح يبين. يبينا بني أبوكا. نحط نشوفها بس صح لير. بيين الألوان. بين الزهر والأخضر والأبيض. هذه هي الصورة. هوني رجم تطفيس الفانية.. هوني رجم تطفيس غير. انا هوني رجمت . ورقة.. هاتن هوني.. اه.. اه.. حتى شوي.. اذا بدك تحطيون بهاي بتينفل شو معك سليفاني اه.. شوي بيضلوا فوق بعضهم بهاي دك هيا رح نشيلها هلا اذا بتلاحظي ورقة السوشي بتكون دراي هلا بس نحطها على الرز وعلى الحشوة اللي حطينيها ها تترطب يعني بتصير.. بتبطل هيك التكستير تبعا هوني عم نكبص شوي ميمي بدمية اللي عملتي نفلشهم على كل الصينية نتركهم ليبردو ونحطهم بالبرغر هذا الرز هوني خلص هوني ستيفاني انا وقفت دقيقة بس لفرشيك شو عملت هيا ها ندخل رح ارجع شير الورقة بس لتشوفيه لان كنتي بركجو كمان بديو يفرجينا هوني بعد حطينا رز حطينا اليديس حطينا سومو حطينا عفوكا حطينا عفوكا وهوني رح ارجع نغتيها بالنوري نقص نكبص شوي تايا اخد بعض الالي ما يفرط كتير معا فهوني احنا هلا بدك ترجع تحت رز هوني بدي حط رز خلص ايضا اخر صفر نحط رز ونعط الوجه نحطنا شويه كبيرة جنجر شويه سمسوم و شويه كذبرة نكون خلص الكيك تبعنا بالتاستيج نشوف المشاهدين قديش شكله حلو سؤالي بس نخلص ايه فينا دغري شير الرنج او لازم نخليه شويه بالبراد ايه يعني هو دغري ينشيل اذا الناس عنا على العشاء وعن نعملوا بيراك فينا نشير ونحطه ونحطه على الطاول ما في مشكلة لان هو يعني اصلا الرز فيه نشل بقلبه لاقته كله خصوصا بس يجي اخر وجه هيدا بس نخلصه هلا بنا نحطه بالبراد بيكون رادي وقت الناس بتوصل لعنا على العشاء بينشيل ونحط وبيتاك على مسقع ايه اكيد مسقع قبل قديه فينا نحضره جاد فينا نعمله بنفس نهار مش اكتر مش اكتر يعني فينا نعمله الصبح صبح اوكي هولي الاسئلة الواحد او قد ايه اكيد ما بيفكر فيهن بس هلا احنا رادي استعملنا افوكاما بق راح نستعمل اوكي هلا بس بدك تحت كوش رز اخر كوش رز اوكي وبدي زين له وجه اوكي وهلا من زين له الصبيل اوكي 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 الكوش ممنسامكه كتير مزوط سماكنا نحنا الكعب لانهوي الباز هو بديو يهدي كلو له صح سلبة ها هلاء اوه مهضوم يعني فكرته انو كيك فكرة مهضومة وكيك اوكيك هلا فينا وصمو تقريباً الكلب يحبوا صمو كروفات يعني ما ما عم نستعمل قصص ومثل ما قلت يلي ما بحب الكروفات في حط كلاب يلي ما بحب الصمو في حط تونة مزبوط تونة باش تونة الأحمر تونة الناي مش فيلي مش التونة العلب هلأ هون أنا ما حطت بقلبه وصابي مش كل الناس بتحب الوصابي هنحط وصابي على زرعب يعني بده وبيكل مش شوي كتير حر هيدا بس بنا نقدمه منحطه صوي صوت صح هلأ بالبرزنتيشن رح نخطون رح نحط صويا رح نحط الوصابي على جنب واللي بحب هللي بحب متل الصوشي بحط شوية يوبيك هلأ كله هيدا منمصه أسلا نخلص الرز ونبالش نزينه بكون تقريباً ما بده شي غير تزيين الكيك طبعنا ومنشي للرنج اخر شي منشي للرنج قبل الفيستير ونحط رز ايه طي يطلع كله بسنة تبعه منزينه الأفضل يتزيين قبل ما تجي العالم مش يتزيين الصبع لا منشي للرنج منزينه اي 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 مش أحسن من ما لأنه بس انشي للرنج بده تتخربط بده تتخربط ونشوفك أتوتي شو سلسية يا رنة هيدا الفالنتين كيك سوشي كيك صح بس هكي فرجتكم رن قبل بشوية كيف طلعو بس شفنا شلنا الرنج هوني نحنا ايه كفاينا يعني من وقت البريك شلنا الرنج وزينا الوجه بالسمون اللي عملنا هون ورد كورد بالسمسم وبالكزبرة وبكبيس الجنجر كبيس الجنجر بس نقول للمشاهدين أنه أول كوش حتينا رز حتينا رز صح رجعنا حتينا كريفات رجعنا حتينا سومو رجعنا حتينا أفوكا فوق الأفوكا حتينا ورقة السوشي النوري بايبر رجعنا حتينا آخر صف لاير رز وكبسنا مزبوط صح أساسي كبس مزبوط لياخد بعضه تحته ما يفرض كثير شلنا الرنج قبل ما نحط صح شلنا الرنج وزينا كله بالورد السومو وكزبرة شوي صح وحتينا رشة سمسم مثل ما قلنا كمان قبل بالكوكينج أنه اللي ما بحب السومو فيه ما يحط سومو فيه ما يحط إرادس فيه حط كراب فيه حط تونة فيه حط نوع صمر وأبيض بحبوه نايم فيه حطوه سيل أو شي صح ها فيه يخلط كيف يعني نحنا خلطين هون كريفات وخلطين سومو يعني فيه هون يشيلو كريفات مثلا يحطو كراب محل بس يحطوا قصص يبقوا مع بعض ايه هو السيفود تقريبا كله يتاكل مع بعض واذا بدون يخلطو يكون الخلط على من فوق حتى اللي ما بيكون اللي نعتبر سومو بقص ما بحط سومو بقص بحط غير سومو من الوجه نشيلة اوكي لاحظت ما حطيتوا سوس فيها أبدا هل هذا ينضاف بالأخير؟ مضبوط هون حطينا عجنب الوسابي حطينا السويا سوس وحطينا الجنجر هلا بس نقص اللي بحط صويا بحط وصابي بحط جنجر بقدر يتحكم بالكمية؟ مضبوط لعن بقلبه نحنا ما حطينا لجنجر ولا صويا ولوصابي هو طيب مع الوسابي بس أنا قصب ما حطيت لعن في كتير ناس مبتكوا الوسابي كتير حال هلا اللي بحب بزيد على جنب قطعطو يعني فهكت وصفتنا اليوم وكتير هيني كتير هيني هلا من قصه مثل قطو؟ مضبوط شوي دقيق قصه لأنهم ببتك يفرط بلنا سكين طيبة بس نقص دغري يعني التاني مرة بدنا نقص بالسكين بدا تتمسح كتير ميح لما يكونوا معلق على الرز والنشا بس قص بيفرطوا لاللاكي بس بدي اقول للمشاهدين انه هيدا البلا في هوني وصو من فلوردوليس مضبوط وفي هوني متل ما كنت عم نشوف الكتالوج لالفلوردوليس لعلى الفالنتينز بقى في كتير قصص في هوني يفوتوا على الويب سايت ويشوفوا الكتالوج أو يتالفنوا عنهم صحيح؟ دونيا أو نيكول أو ناطالي بساعدوهم بحالة عنفرماسيون بالدونيا بيتل بول وإذا بدوني قدوا نهار الخميس بالبيت لا نهار الخميس بالبيت محد بين يظهروا في هوني حتى الظهر في هوني يعملوا غدا ويجعوا يظهروا عشية فينا الربعة شيئ من عندكن والخميس نظهر مثلا او العكس طيب هلأ رح نقص لندوق أول شي رح نعمل رح نشيل الوردة من هون رح نقدر نقص مع وننزع الصمو ورح نشيل هاي كمان ولا لأنه ضبطوا للكيك أسهل شوي تقطيعوا أهيان شوي إذا تلاحظي كيف بنقص ما في أي صعوبة يعني قصة بسهولة ولا رح نقصه كمان متل شكل الكيك حتى ورقة النوري ما بده كتير وقت لا تشرب لا يعني كتير لليا تشي الدغري هنا هون رح نشيل هاي القطعة إذا تلاحظي كيف تلعها بدك سوي شوي شوح شوحانو 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 هلا السوشي منعلي في منكلو بالسوشي ستكس هون شوكو سكين ما ما فيه مجيل صح؟ مزبوط نحظة شوحانو خلاص رنا فينا تكرمي تكرمي حلا بقلك كذي طيبة شوحانو 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 سوف أبدأ من فوق هل هذا سموك سالمون؟ سموك سالمون نعمل بسمو عادي نعم، نعم، نعمل بسمو عادي نعم نعم ما ما حدث أقول لك؟ درجي قربوا على الوعي طيبة جيد قضيته شخل الرز صح، بالرز تحتاج هلو طعمي؟ طيبة 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 جيد جيد شفتة 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 جيد لا، هلأ فيه، مش أنا ضغري وراء جيد، لكن إيك فيه أكل عرواء طيب خذوا خلصنا؟ لا، كان منوقة هلأ، كثير طيب صحتان كسنا ودعيتك جاد صحتان، صحتان شفتة اوكي، لكن بكرة نحن عنا كمان رح نشترم من الكاتالون اوكي، اشياء جديدة شفتة 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 شفتة